عندنا مادتين فعالتين جدا بتنستخدوهم فيه علاج تساقط الشعر انا اقول لك المعلومات بتاعت دي والمعلومات بتاعت دي وانت تختار تشوف لنا انهول احسن فيهم وانا اقول لك رأيي في اخر الفيديو السلام عليكم من الاخبار ياربكم دايما بخير وبصحة وسعادة الحلقة دي لو عجبتك لازم تعبرنا رأيك في الكومنتات تحت ولو انت حبيب موضوع معي نتكلم فيه في الحلقات القادمة اكتب لنا وان شاء الله هنعرض عليكم في الحلقات القادمة بالتفصيل الممل طبعا زي ما بنقول فيه علاج تساقط الشعر العلاج ده بيبقى ممل جدا لان بيبقى عاوز من المريض اللي هو يمشي على الادواء دي لفترة طويلة وممكن النتيجة بتاعت الادواء دي تستمر الفترة طويلة مش بتحصل على طول كده فلازم نحتاج منك الصبر كده علشان النتيجة تكون فعالة ولازم تبقى انت مقتنع اصلا او بداخلك ان الدواء ده يجيب نتيجة معاك فاول حاجة معانا لازم نعرف امتى وازاي بيحصل الصلع طبعا الصلع الوراثي دي بيبقى مشهور جدا عند الرجال و30% من الرجال اللي اعمارهم 30 سنة هم اللي بيجي لهم الصلع الوراثي طيب ما هو السبب بتاع الصلع الوراثي يعني هو الجين المتحكم في الصلع الوراثي يعني الجين ده بيميل نحية الاب ولا نحية الام طبعا في دراسات كتيرة جدا حول الموضوع ده فمش عارفين هل الجين ده جاي من نحية الام او من نحية الاب فطبعا في دراسات كتيرة جدا اثبتت ان الجين ده جاي من نحية الام يعني ممكن يكون سبب تساقط الشعر او الصلع الوراثي اللي انت في ده ده الوقت خالك هو السبب فيه يعني خالك هو السبب دلوقتي فيه تساقط الشعر عندك ان الجين ده جاي بقى رحل الموضوع ده معا طب ازاي بقى بيحصل تساقط الشعر يعني امت اعرف ان بقى نداخل على الصلع الوراثي اول ما بيبتدي الصلع بيبتدي من عند فروة الرأس بعد كده بيخش على اللجناب بتاعة الرأس بعد كده بيخش على المقدمة بتاعة الرأس يعني اول ما بيبتدي بيبتدي من نص الفروة من نص الفروة بتاعة الرأس بعد كده بيخش على المقدمة بتاعة الرأس طيب ما هو سبب تساقط الشعر او ما هو سبب الصلع الوراثي المتسبب فيه تساقط الشعر بيبقى هيرمون اتسسيرون طبعا في الحالة دي لو واحد عنده تساقط في الشعر يبقى هتلاقي النسبة بتاعت هرمون في المستوى الطبيعي احنا عايزين هرمون دي يبقى عالي علشان ما يحصلش تساقط في الشعر وبالتالي بتحصل ازاي بقى المشكلة دي عندنا هنا خلايا الجلد او خاص فروة الرأس بتحول هرمون الى حاجة تانية اسمها ودي المسؤولة عن تساقط الشعر طيب عندنا بقى بصيلات الشعر بتبقى حساسة جدا للهرمون ده يعني او لما فروة الرأس او البصيلة بتاعت الشعر تشم خبر ان فيه هرمون بتقوم تتقلص البصيلات بتاعت الشعر وبالتالي الشعرية هتبقى رفيعة جدا سمك الشعرية هتقل تدريجيا بعد كده البصيلة هتقل الشعرية هتخف وهكذا وهكذا لحد ما تبقى الشعرية هفيفة جدا فتبدأ تتساقط طيب ما هي العلاجات اللي مستخدمة فيه علاج تساقط الشعر عندنا مادتين فعالتين بيستخدموا فيه علاج تساقط الشعر او علاج الصلاع الوراس اللي هو ديوتاسترويد و الفيونسترويد طيب الاتنين دول شغالين بنفس الميكانيزمي طيب هناخد واحد فيهم والتاني هيبقى زيه اول حاجة كيف هيعمل ديوتاسترويد طيب اول حاجة احنا عرفنا سبب تساقط الشعر اللي هو عندنا تساقط الشعر بيتحول لديهايدرو تساقط الشعر طيب عندنا بقى مادة ديوتاسترويد هتشتغل ازاي يبقى اكيد هي هتمنع التحويل ده تحول التساقط الشعر ديوتاسترو Secondary zuplan i epidemic disturbed match, iveustertum ديتشترا وبالتالي اما إمنع تكون هرمون ideal ديتش تي الاستمرار scenes هتبدى البصيلات الشعر ترجع الحالات الطبيعية�시 و يبدأ النموم الشعر من جديد اهلا لو وقفت العلاج ده هتساقط الشعر تانى من جديد طبعا السؤال ده مهم جدا وسأل كويس جدا десять الا انها وقفت العلاج ده بس ممكن يبدع تساقط الشعرandin يبقى اول وجديد وبالتالي زي ما احنا قلنا تساقط الشعر بيحتاج منك الصبر علشان تكمل الكورس بتاعك وهو كورس بيعتم مدى الحياة ما هي الاثار الجانبية لمدة ديوتا استرويد؟ طبعا هو ملهوش اثار جانبية في الواقع بس الابحاث اثبتت غير كده يعني الابحاث بتقولك ان فيه اثار جانبية بس ما سألنا في الواقع لقم ان ملهوش اثار جانبية ملهوش حد من الرجال بيشتكى من الاثار الجانبية يبقى اذا ملهاش لازم نقولها ولو انت عاول الصعر بقى ابحس واشوف بس هو ملهوش اي اثار جانبية طيب انا كده قلتلك مادية ديوتا استرويد والفيناسترويد طيب اذا انت هيجى في دماغ municipality تمما قلتها المادية بوجود مديها مثل بعض هال ممكن استخدمهم عادي اي واحدة فيهم ومشكلة اذا استخدمتا ذا اي امتى اقولك الفرق بينهم الوقتي ما هو الفرق بين الديوتا استرويد والفيناسترويد طبعا الاثنين بالتالي يستخدموا فيه علاج التهاب البروستات والبروستاتة دي بتبقى موجودة عند الرجال بس لان ده اللي بيخلي الواسط قلوي بعد اللي هو عملية اليورين عشان الاسبيرن متعدي منها ما يحصلش لها او ما يحصلش لها تلف تاني حاجة ودي من الفروق المهمة اللي هو الفينوسترويد الفينوسترويد دي مكتجف قبل ديوتاسترويد ويعني في ابحاث كتير جدا قرية على ديوتاسترويد ولكن هو فعال جدا في علاج تساقط الشعر اما ديوتاسترويد مفيش ابحاث لسه لحد الوقت مؤكدة اللي هو بيعالج تساقط الشعر تاني حاجة الفينوسترويد بيمنع تكون انضاءий Lubatochythm بنسبة 70% اما ديوتاسترويد بيمنع تكون انضاءل Lubatoc flattering بنسبة 90% يعني اذا ديوتاسترويد احسن من فينوسترويد بس القاسر الجانبيه بتاعت ديوتاسترويد هتبقى اكتر من القاسر الجانبيه بتاع الفينوسترويد والنتاجة تبقى فعاله جدا عن الفينوسترويد مع انه مكتشف بعد الفينوسترويد تمام الكلام تمام الكلام طيب انت بقى تقولي انت بترشح ايه انا بقى من وجهة نظري ان اي حاجة بتتاخد اورالا عشان نعالج بقى تسقط الشعر انا مبرشحهاش لان الاثار الجانبية بتاعتها بتبقى مؤلمة جدا مؤلمة جدا 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 ما يقدرش اي واحد يستحمل العراض الجانبية بتاعت اي حاجة من الاتنين دول ليه بقى لان في الواقع انت لو جيت سألت اي واحد بياخده من الاتنين دول وقلت له ايه الاثار الجانبية او ايه الحاجات اللي حصلت لك مش هيقولك مش هيقولك على ايه الاثار الجانبية اللي حصل فالك الدواء ده فعال وبيطلع الشعر ومش عارف ايه بس مش هيقولك على الاثار الجانبية اللي ممكن تحصل واخد بالك ان الادوية دي هتستمر معاها طول عمرك وطول ما انت ماشي معاها طول عمر الاثار الجانبية دي ممكن تفضل معاك وممكن تروح بالتعود بس الاثار الجانبية دي محدش لحد الوقت يعرفها الاثار الجانبية دي موجودة في الكتب والابحاث بس في الواقع محدش بيقول عليه طبعا انت فهمت بقى الاثار الجانبية دي عبر عن ايه وبعدين انت تريح من نفسك من الاول وتشرب بون وان شاء الله ما جايكتك تسقط شعر نتمنى الحلقة دي يكون على بيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة